مراسلات قديمة تتعلق بمحاولة إلحاق بشار الأسد بدراسة الطب في لندن حرست الخارجية البريطانية على إبقائها سرية لكنها قررت إزاحة السرية عنها لتكشف معلومات مفاجئة فما القصة؟ وزارة الخارجية البريطانية أزالت السطارة بعد سنوات طويلة عن الوثائق السرية المتعلقة بالتحاق الرئيس بشار الأسد بجامعة مستشفى ويسترين البريطانية لإكمال دراسته في طب العيون هناك فالوثائق التي نشرت وكانت على شكل مراسلات بين إدارة شؤون الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في الخارجية البريطانية مع سفارة لندن في دمشق كشفت مدى معاناة بشار الأسد في الحصول على قبول جامعي للتخصص بطب العيون بعد تخرجه من كلية الطب بدمشق فبشار الأسد لم يكن يتقن الإنجليزية بشكل جيد لذا قبل يتوجه إلى لندن حاول الالتحاق بدورة تدريبية لتقوية لغته الإنجليزية في استراليا وكان يخطط للسفر إلى هناك باسم مستعار لكن الإجراءات البطيئة التي اتخذتها الحكومة الأسترالية حالت دون سفر وذلك وفقا لصحيفة اندبندنت عربية محاولة تأمين قبول بشار الأسد بالجامعة البريطانية تطلبت لاستعانة بشخصيات مخابراتية سورية كان من أبرزها رئيس المخابرات السورية العامة العميد محمد ناصيف خيربيك والدكتور سعيد درويش وتزكي كذلك من طبيب رئاسي يدعى مازن حاولت الشخصيات الاستخباراتية بطرق شتى إقناع الجامعة البريطانية بقبول الأسد الإبنة فجاء في الوثائق استفسار عن إمكانية إرسال الإبن الثاني للرئيس حافظ الأسد بشار البالغ من العمر ستة وعشرين عاماً خريج الطب حديثاً من جامعة دمشق إلى المملكة المتحدة للدراسة للحصول على مؤهل أعلى في طب العيون وحاول الطبيب الرئاسي إقناعهم ببشار وبأنه مكتهد من خلال إرسال جملة إن بشار طالب جاد وليس مستهتراً مثل نجل خدام لكنه لا يستطيع التعليق على قدرته الطبية أو إجادة اللغة الإنجليزية وطلب في البرقية أنه في حال رفض دراسة بشار في الجامعة البريطانية يرجى إرسال إشارة واضحة بذلك ولكن بطريقة مهذبة وفي أقرب وقت فترى كيف كان رد بريطانيا ردت بريطانيا بعد نحو إسبوعين من برقية السفارة البريطانية في دمشق لإلحاق بشار بالجامعة بأنها غير معترضة على قبوله ولكن بشروط معينة وهي أن يحصل على تأشيرة بالطريقة المعتادة عن طريق تقديم تأشيرة طالب في الأساس وإثبات أنه قادر على تحمل تكاليف الدورة والإقامة حتى يتم قبوله من قبل المؤسسة التعليمية ترجمة نانسي قنقر